السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم هنتكلم على موضوع مهم جدا يخص كل اصحاب السيارات ومش هطول عليك العادة دقائق معدودة هننهي فيها الموضوع من البداية للنهاية هنتكلم النهاردة عن علامات تدل على تلف فلتر الزيت فلتر الزيت مهم جدا ومفيش سيارة بتخلو من فلتر الزيت قبل ما نتكلم عن الفلتر هنتكلم عن وظائف زيت المحرك الاساسية وهم تلاتة واحد تليين وتشحيم اجزاء المحرك الميكانيكية وده بيقلل من الصوت والضجيج والاحتكاج داخل المحرك اتنين يقلل من درجة حرارة المحرك ويقوم بتبريده فهو مهم جدا في عملية التبريد والحرارة المرتفعة للمحرك تلاتة تجميع الرواسف في الكارتير والفلتر وده مهم جدا عشان برادة الحديد ما تصلش الى مجاري الزيت والشعيرات الدقيقة اللي بيمر فيها الزيت وتسبب مشكلة وممكن بسببها يتلف المحرك نيجي المشاكل فلتر الزيت المتوقعة وهم اتنين اما الفلتر مسدود نسبيا نتيجة تكونه غير اصلي او به سدد نظرا لعدم تغيير زيت السيارة او زيت المحرك بانتظام اتنين الفلتر غير اصلي يعني الخلايا والثقوب الخاصة به بتمرر الرواسف وبرادة الحديد الى المحرك وده بيعمل مشاكل كبيرة جدا وبيسد الشعيرات ومجاري الزيت وبيسبب لي خلل في الضغط نيجي للعلامات المهمة جدا اللي بتدل على تلف فلتر الزيت والمهم جدا ان انت تنتبه لها وتركز معايا واحد فشونة واحتكاج داخل المحرك ويتمع ذلك ضعف التصارع زي ما قلنا الزيت وظيفته الاساسية ان هو يلين ويقلل الاحتكاك والخشونة وخلافه بالتالي لما الفلتر يبقى فيه مشكلة او سدد هيبقى عندي خشونة واحتكاك ويتمع ذلك ضعف التصارع للسيارة وتلاقي السيارة مش قادرة تمشي وتضغط على دواسة الوقود دون فائدة التصارع بيبقى ضعيف جدا معاك اتنين ارتفاع حرارة المحرك وانخفاض اداؤه شيء طبيعي طالما الزيت اللي بيلين فيه مشكلة او فيه خلل في سريانو طبيعي جدا ان الحرارة هترتفع معاك ويبقى فيه مشكلة كبيرة في المحرك تلاتة ادخنة مع العادم ليه الادخنة هتخرج؟ هتخرج نظرا لارتفاع درجة الحرارة جزء من الزيوت هيصل الى غرف الاحتراق هيظهر معاك ادخنة مع العادم بلون غريب جدا ممكن اول مرة تشوفه اربعة انخفاض ضغط الزيت ويتبع ذلك اضاءة متقطعة للمبة الزيت طالما فيه سدد في الفلتر يبقى هيبقى فيه مشكلة عندي في الضغط هتلاقي لمبة الزيت بتطفي وتنور معاك في طبلوه السيارة ومهم جدا تفحص او تقوم بتغيير الزيت مع الفلتر خمسة زيادة كبيرة في معدل استهلاك الوقود مصدر الطاقة الاساسي في السيارة هو الوقود لما يبقى عندي فقد في الحرارة اذا في فقد في الطاقة حيتبع ارتفاع درجة الحرارة فقد في الطاقة ومعاها يستهلك الوقود بشكل كبير يبقى كده شفنا كل شيء بالتفصيل عن فلتر الزيت ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر